استفتاءات تضم مناطق جديدة من أوكرانيا إلى روسيا تمت على عجالة فماذا في ردود الفعل عليها؟ نبدأ من الأمم المتحدة حيث جددت المنظمة الدولية التأكيد على تمسكها بوحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها واستقلالها ضمن حدودها المعترف بها دوليا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصف الاستفتاءات بالمهزلة الزائفة وأكد زيلينسكي أن بلاده لا يمكن أن تتفاوض مع روسيا بعدها مشددا على تحرك القوات الأوكرانية للدفاع عن تلك المناطق وفي أول رد فعل أمريكي على الاستفتاءات قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الدول الغربية لن تعترف مطلقا بالاستفتاءات التي وصفها بغير الشرعية وقال رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو إنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاءات الصورية وفق تعبيره وأكد في بيان أن كندا لم ولن تعترف أبدا بنتائج هذه الاستفتاءات وشككت بريطانيا بدورها في نزاهة هذه الاستفتاءات وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن أي استفتاءات تجرى تحت تهديد السلاح لن تكون حتى شبيهة باستفتاءات حرة أو عادلة في المقابل دعا السفير الصيني في الأمم المتحدة شانججون إلى احترام سلامة أراضي كل الدول وتمسك بموقف بكيين الداعي إلى إجراء مفاوضات تشمل المخاوف الروسية المشروعة أما السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيليني بنزيا فاستنكر ما وصفها بفورة الغضب التي أصابت الغرب والدعاية التي تهدف لإجبار بلاده على الخضوة وفق تعبيره وشدد المسؤول الروسي على أن الاستفتاءات كانت شفافة تعتزم الولايات المتحدة بالاشتراك مع البانيا طرح مشروع قرار دولي يدين الاستفتاءات لكن حق الفيتو الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن سيحول دون صدور أي قرار من هذا النوع